السيدة دروثي تقول أن هناك انقسام وأن الاستطلاعات الأولية التي تشير إلى أنه ربما يكون الحزب الحاكم هو الذي سيفود هي ترى أنه يعني هي النتائج قد حتى الآن خمسين خمسين ما رأيك في هذه النتائج؟ يعني ما إمكانية تحقيق ولاية ثانية لأول مرة في البلاد للرئيس الوزراء الحالي؟ حسنا في الوقت الحالي لازالت النتائج الأولية خمسين خمسين لكل طرف فرئيس الوزراء الحالي أعتقد أن لديه فرص كبيرة وربما يحصل على مزيد من الأصوات مع تقدم العملية الانتخابية وأيضا قائد حزب المعارضة لديه بعض الخطوات الإيجابية التي يمكن أن تؤهله إلى مزيد من الأصوات في بعض المقاطعات في جزر سليمان ولكن لا أعتقد أنه في النهاية سوف ينتصر في هذه الولاية وبالتالي هناك الكثير من التغيرات والعوامل المؤثرة التي ربما تؤثر على الانتخابات النهائمية وكثير من الديناميات المتعلقة في الانتخابات